أعلن الوكيل المساعد لإدارة المشاريع الإسكانية المهندس سامي عبدالله بوهزاع عن النسب الإنجاز المتقدمة بمدينة شرق الحد والتي بلغت نحو 85% في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية من الحي الأولي بالمدينة بوهزاع أشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تشييد 487 وحدة سكنية بنهاية فبراير من العام الجاري وقال إن مشروع شرق الحد الإسكاني يتضمن بناء نحو 4500 وحدة سكنية على مساحة 227 هكتارا حيث قسمت على مرحلتين مضيفا بأنه تم مراعاة ملاءمة تصاميم المدينة لطبيعتها الساحلية على أن تكون مستمدة من المخطط العام لمدينة الحد القديمة واشار بوهزاع إلى أن سير أعمال البنية التحتية بالتوازي مع الأعمال الإنشائية من شأنه تسريع وطيرة العمل وبالتالي سرعة تسليم الوحدات إلى مستحقيها من ذوي الطلبات القديمة المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة المحرق وقال إن هذا المشروع يأتي مواكبا لمساعي الحكومة الموقرة لبناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة وفق ما ورد في برنامج عمل الحكومة في هذا الخصوص يذكر أن وزارة الإسكان قامت بتوزيع خمسمائة قسيمة سكنية بالإضافة إلى توزيع أربعمائة وثلاث وثمانين شهادة استحقاق خاصة بوحدات مدينة شرق الحد